موسيقى أهلا بكم نشرت الـ CNN مشاهدة لما قالت إنه تجارة للعبيد في ليبيا حيث يباع اللاجئ الأفريقي بما يقدر بـ 400 دولار وفيما يخشى ليبيون من توظيف الموضوع السياسيا في إطار محاولة توطين أفريقي الجنوب في ليبيا لتغيير الخارطة الديمغرافية الليبية على خلفية أطماع غربية أوروبية في ليبيا النفط والموقع تبقى ظاهرة الإجار بالبشر غير مقبولة ولا بأي شكل من الأشكال في القرن الواحد والعشرين الحديث إذن عن هذا الملف وارتباطاته ينضم إلينا هنا في الستيديو عبد الحكيم معتوق الصحفي والمحلل السياسي الليبي أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة من آخر طبعة وأهلا بك أستاذ معتوق يعني قبل أن نبدأ بليبيا لابد أن نبدأ فعليا من مصر هذه الجريمة الإرهابية التي حدثت بالأمس في العريش لا قد ردود واسعة استهجانات واسعة إدانات واسعة لكن في هذه المرحلة الإدانات لا تكفي ما هو المطلوب مصريا أولا وثانيا أقليميا ولا سيما حتى من ليبيا حتى الرتب وأفكارنا والنضم الحوار سدفتون طبعا أنت تعرف أن ما تمر به المنطقة نتحدث عن ليبيا ومصر لا يمكن أن نعزل أي قطر عربي عن ما خطت حقيقة منذ منتصف التسعينات ما عرفه بلقاء ستراسبورغ وتوزيع المهام ومن تم التصديق علىها في لاشبونا وموجة ما سميه بالربيع العربي ونحن نسميه في ليبيا بخليف الدم الحقيقة الذي شهادتها ليبيا سوريا اليمن للأسف الشديد طبعا أنا لا أراهن على النظام العربي الرسمي كما هو الحال على الخطاب العربي الرسمي لجهة أنه الخطاب العربي الرسمي انتقل من الإيدولوجية إلى الشوفينية إذا جاز التعبير وأصبح مشغولا بردود فعل عن ما تنشره وسائل أعلام أوروبية وهي في الحقيقة تسرب لما يقوله الساس الغربيون بالعودة لموضوع مصر طبعا مصر ما حصل آمس جريمة بكل المقيس لكن فتون الذي استرعى اهتمامي وانتباهي هو لم نسمع رد فعل من شيخ الأزهر مثلا هو الذي كان منوطا به أن يخرج لأن الموضوع لم يكن سياسيا أمنيا وإنسانيا بالدرجة الأولى دينيا أخلاقيا صحيح استهداف مسجد في وضح النهار قيميا يعني لم نسمع لا شيخ الأزهر ولا شيخ الحرم المكي ولا أي من المرجعات الدين طب لماذا برأيك لم يصرحوا هؤلاء أنا أصبحت أشك أن هذه العمامات لم تعد تحمل فكرة إسلامية تنورينية تحمل بروتوكولات بنصهيون يعني كأنهم مدجنين ما الذي يقفك أنت كمرشعية دينية في أي مكان في العالم سواء كنت شيخ أو كنت راهب أو قس أو حتى حبر يعني عليك أن تتصوري أو تتخيلي بأن الذي حصل أمس في العريش حصل في كنيسة ونحن على بعد أيام من عياد الميلاد أو حصل في معبد يهود ما الذي كان سوف يحصل سوف يجتمع مجلس الأمن بشكل طاري وتلبس التهمة إلى المفصلة مثل ما يحصل في هذه الأيام ويستهدف أي تنظيم أو كيانة للأسف الشديد مصر تعاني ويعني ما زاد وما عمق من معاناة النظام السياسي المصري هو الأزمة الاقتصادية الخانقة من جهة وإن ليبيا أصبحت مسرع عمليات حقيقة يعني لأن إذا عدنا إلى الوراء قليلا كان هناك تصريحا إذا تذكرين ونشر عبر وسالة لأن من قبل ضابط جيش ليبي يعتبر هناك فريق مثل تعرف الحالة الليبية متشضية فهناك عدرا هناك فريق ليبي يعتبر في أن ما تقوم به مصر ليس دورا تدخلا فهذا الضابط قال بالنص أننا سوف ننقل المعركة إلى القصر الجمهوري بهذا النص ما حدى بالمجلس الرئاسي ممثلا في شخص السيد فاس الراج أن يحقق معه أو يشكل لجنة التحقيق ويعزله من الجيش يعني عندما تربطين الأحداث هناك نوع من التحالف بين قوى مسلحة في ليبيا وبين هذه الجماعات التكفيرية على خلفية ما تقوم به مصر الذي يعتبره الشرق الليبي دورا ويعتبره الغرب الليبي تدخلا على كل حال أنت مباشرة قفصت إلى هذه النقطة التالية وهي ارتباط مصر ليبيا إن كان جغرافيا أو حتى سياسيا أو في العمق العسكري نتحدث عنه بالتفصيل أكثر لكن سنستمع الآن إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم من ثم نعود إذن إلى عنوين الصحف العربية مشاهدين ومن ثم لنا عودة لنتوسع أكثر في مصر ليبيا كل المخططات إن كانت باتجاه مصر حاليا أو حتى ما الذي يجب فعله إلى أقرأ العنوين أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الجولة والبداية من مصر مع صحيفة الأهرام وفيها مصر تنتفض ضد الإرهاب والسيسي يطلق معركة الثائر استشهاد 235 وإصابة 109 في اعتداء خسيس على مسجد بشمال سيناء الرئيس نخوض أشرف معركة في مواجهة أهل الشر ولي يخذلنا الله إلى لبنان مع صحيفة البناء وفيها مذبحة في سيناء ومحاولة لاغتيال المشنوق ومراد رسائل إسرائيلية لمصر ولبنان لذروف يرحب بالوفد الموحد للمعارضة وأردغان مستعد للقاء الأسد بن سلمان يهدد الحريري إذا عاد عن الاستقالة ويرفض التسوية مع إيران كيف أنقذ قاسم سليماني أربيل من داعش الأمريكيون والتحالف الدولي تجاهلوا طلب البرزاني بالمساعدة الاتحاد الأوروبي يدعو العدو لوقف هدم منازل الفلسطينيين من صحيفة البناء إلى صحيفة الحياة وفيها السيسي يتعهد الثأرة لمجزرة مسجد الروضة 235 ضحية وعشرات الجرحة الملك سلمان وزعم أودان وأعلنوا تضامنهم مع مصر الحريري قد يحاور حزب الله للتوافق توقيف مسرحيا بشبهة التعامل مع إسرائيل كلفة رصد الوزيرين المشنوق ومراد روسيا وتركيا وإيران تختار المفاوضين السوريين موسكو تشيد بجهود الرياض لتوحيد وفد المعرضة أما الآن فننتقل إلى صحيفة القدس العربي وجاء فيها مجزرة مروعة تقتل وتجرح مئات المصلين في سيناء والسيسي يتعهد برد غاشم المهاجمون كمن لسيارات الإسعاف اتحاد القبائل توعد بالثأر وترامب يغرد ساتصل بالرئيس المصري العليا للمفاوضات تختار أعضاء وفدها إلى جنيف وسط ضغوط روسية وسعودية وتوتر لإقحام أسماء غير شرعية روسيا تشجع حوارا شاملا في سوريا والخارجية الألمانية تشكك توقف المسرحي زياد عيتاني بتهمة التعامل مع إسرائيل والتخطيط لاستهداف المشنوق يحيى جابر متفاجئ إذا صح النبأ سأكون مصدوما ومخدو عنه إلى تونس مع صحيفة الشروق وجاء فيها جهات متطرفة هددت السبسي بالاغتيال على خلفية المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة مجزرة تهز مصر مئتان وخمسة وثلاثون قتيلا ومئة وثلاثون جريحا في عملية إرهابية على مسجد بسيناء وختام هذه الجولة من الأردن مع صحيفة الدستور وفيها مجزرة إرهابية في مسجد بسيناء الملك يدين الهجوم الإرهابي البشع ويؤكد للسيسي تضامن الأردن الكامل مع مصر مئتان وخمسة وثلاثون قتيلا ومئة وتسعة جرحا بهجوم نفذه أربعون إرهابيا وفد موحد من المعارضة السورية إلى جناز هيئة تفاوضية تضم خمسين شخصا يمثلون كل الأطياف الاحتلال يقمع مسيرة بلعين ويصيب متضامنا ألمانيا مشروعا بالكنيسة لفرض الرقابة على فيسبوك إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختم هذه الجولة ونعود لمتابعة ببرنامج آخر طبعا شكرا للزميلة هبابيطار عود من جديد لك أستاذ عبد الحكيم معتوق اليوم تصدر محكمة جنايات القاهرة حكما بحق عشرين متهم بتنظيم ما يسمى داعش ليبيا هؤلاء قاموا بمحاولة بناء تنظيم في مرسى مطروح في مصر فجروا قسم الشرطة هناك قاموا بذبح مسيحيين أيضا في ليبيا أنك أتيت على ذكر المسيحيين هنا هذه النقطة تأخذنا مباشرة إلى موضوع الحدود الليبية المصرية الحدود تقريبا طولها ألف وخمسين ألف وخمسين كيلو متر تقريبا طيب بحكم معلوماتك الجغرافية إلى أي حد تستطيع فعلا هذه الجماعات الإرهابية الموجودة في ليبيا أن تتسلل من هناك إلى مصر ما هي الثغرات مسألة الضبط ما بين البلدين أنت تعرفين ليبيا جغرافيا مترامية الأطراف وهذا كلام قلت في أكثر من مناسبة تتحدثين عن تقريبا 2 مليون كيلو متر مربع حتى ولو سلمنا جدلا أن المصريين استطاعوا أن يضبطوا عمليات التسلل فهناك نقاط ارتكاز كثيرة في ليبيا يتواجد فيها هذه التنظيمات هنا الحديث ليس عن تنظيم ما يعرف بالدولة هناك القاعدة هناك بوكو حرام طبعا المشكلة الأخرى يعني اختلاف اليافطات والهدف واحد طبعا ضد حياة البشر هم حقيقة ينفدون أجندة صريحة عندما نعود إلى مشهد مجزرة حصلت في جامعة في العريش في يوم جمعة ونحن نقتر من الاحتفال بالعيد المولد النبوي معنى ذلك أن الموضوع لم يعد هناك مجال للنقاش فيها أو لا إما البشر الأسوياء أو هم يعني مسألة وجود لم تعود مسألة حوار أو تسوية أو علامة هناك أعود إلى موضوع ليبيا طبعا فضلا عن الألف كيلومتر التي تفصل كحدود حدود سايكس بيكو هناك أيضا متاخمة أخرى شاسعة لدول أفريقيا تتحدثين عن تشاد عن مالي عن النيجر عن الجزائر عن تونس ليبيا سقطت فيها الدول أو بالأحرى أسقطت فيها الدول بعد إسقاط النظام وطبعا حصلت مراجعات وحصلت اعترافات ولكن مثل ما كنت تحكي حضرتك تحت الهواء ماذا يعني هذا الاعتدار وهذه الإدانات هذا يذكرني بما قاله توني بلير عندما سئل في لجنة أمام البرلمان البريطاني على أن ما حصل في العراق كان كذبة وفرية صحيح فقال أنا وصلتني معلومات استخبارية مغلوطة فبنيت عليها فكرة الهجوم على العراق بالتعاون مع أمريكا ولكن ماذا عن مليون إنسان عراقي هذا هو السؤال أرقام يتحول دائما المواطن العربي للأسف بات يتحول إلى أرقام أرقام تحصى ليتباكي عليها المجتمع الدولي إلى فترة ومن ثم ينساها ونحن ذهب إلى تحقيق أجندة جديدة لكن عندنا نتحدث عن الوضع المصري الليبي يعني منذ فترات كانت مصر تقصف أرتال لداعش حتى قوافل كانت تحاول أن تخرج من ليبيا لتصل إلى مصر سأربطها بكلام بكلام آخر هناك كلام في الآوينة الأخيرة كان للأمريكيين مثلا لينتسي جرهام سيناتور جمهوري لمن لا يعرف عضو في مجلس الشيوخ له موقع مهم توقع بـ 21 أكتوبر الماضي انتقال الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش إلى أفريقيا بعد سقوط معاقل التنظيم في العراق وفي سوريا كان هناك حديث من الدفاع الأمريكي عن ضرورة اتجاه أمريكا الآن إلى أفريقيا تحديدا هل يمكن أن يكون ما جرى مثلا بالأمس ومقدمة لتوسيع أيضا الوجود الأمريكي في أفريقيا بناء لمصالح أمريكا الحيوية الدائمة بيكون تأكيد دعيني أعود بك إلى الوراقة يعني تعتقد بأنهم يريدون إشعال الوضع في مصر أم تستبعد النظري لا لا متوقع جدا بصراحة شوفي بالنسبة أعود مرة أخرى للحالة المصرية الذي يسأل ويلام على ما يعني كجزء من الأزمة الليبية الخانقة يعني في 2011 هو محمد المشير محمد طنطاوي لأنه عندما ترأس المجلس العسكري أجبر في تلك الفترة على أن يسمح بتدفق المهاجرين على أساس على المقاتلين التكفيريين على خلفية أنهم ثوار والسلاح أيضا يعني فتحت الحدود الحدود الشاسعة التي أنت تتحدثين الآن عن كيفية ضبطها كان هناك إذنا رسميا عام 2011 مسؤول عنه المشير طنطاوي كما هو الحال مع الذي يرأس تونس الآن باجي قايد السبسي وهم قلوها في اعترافات رسمية قالوا نحن سمحنا بتدفق المهاجرين البقاتلين أسف وسمحنا بدخول السلاح إلى مساندة هولاية وهم يدركون شوفي إما أنهم لا يقرؤون أو أنهم متواطئون شيء يفتك بالعقل الصورة كانت واضحة وهذا الذي نتحدث عنه ستراسبورغ والأشبولة وغيرها كانت هناك بلان بأي بلان بي خطة ما يسمى بطي السجاد خطة دبلوماسية الباب المفتوح كلها كانت تنشر في وسائل أعلام غربي يعني تصفية الحسابات يا ستفتون مع الأنظمة يعني لا يجب أن يذهب جردتها شعوب وأوطان هذه المشكلة هذه المناكفة وهذه الأحرار هذا يحصل هذا يحصل بعيدا عن ما يجب هذا يحصل هذا يحصل الآن ما يحدث في مصر برأيك هو مؤامرة فعلا أمريكية اتجاه فعلا إلى تدمير مصر دمرت ليبيا دمر الجيش العراقي القوي على خلقية أنه أسقاط الدكتاتور حاولوا تدمير سوريا يعني ضربوا البناء التحتية في السوريا بغض النظر عن الأدوات يعني يعني هناك تدمير فعلي حصل بغض النظر عن انتصار المشري نحن لسنا أمام نظريت مؤامرة في مشروع لتدمير مؤامرة نحن لسنا يا ستفتون لسنا أمام نظريت عندما تتصدى ما يسمى بالاندليجانسي السياسي العربية ويتفلسفون في القنوات بأنه ليس تم أنا نالؤمن نظريت مؤامرة طيب اللي يحصل على الأرض شو هو هذا ليس نظريت مؤامرة هذا فعل مؤامرة يعني تعتقد بأنهم يريدون أن يفعلوا الآن بمصر ما فعلوه بسوريا وليبيا والعراق انتي طلعت على كتاب الهارت شويسز الخيارات الصعبة اللي هي رأيك قالت هذا الكلام هم جرب ليبيا لم تكن بها مؤسسة عسكرية بالمعنى الكلاسيكي يعني النظام السياسي كان إلى حد ما مختلف على الرغم من أن هناك من يلوم وأنا لا ألوم لأن جزء كبير من الليبيين كانوا تماهوا وتعايشوا مع هذه الحالة وكانوا مستقرين الحد الأدنى من الحياة الكريمة كان متوفر الآن يقولون هذا الكلام بعد فوض الأول على كل حال في الحالة المصرية كانت هناك مؤسسة عسكرية قوية كانت هناك مؤسسة شرطية رضو أمنية قوية لا تحدد على الشرطة لأن الشرطة كانت في مواجهة الحراك المطلب لإخرج ولكن هذا الذي جعل من الأمريكان يتراجعون مثل ما هي الحالة السورية الصحوة الوطنية الانتماء الحقيقي لا أتحدد عن حفنة وهذه اعترافات حمد بن جاسم ليس كلامي عن حفنة مأجورين عن حفنة مرتزقة عندما يقول نحن سلمنا لرياض حجاب خمسين مليون دولار وعطينا للجندي السوري خمسة شرط دولار الذي أسموه فيما بعد بالجيش والمعارض تسميات اليافطات المختلفة طيب ما معنى هذا الكلام معنى ليس مؤامرة ليست نظرية مؤامرة هو فعل مؤامرة وهناك أدوات ما الذي يراد لمصر الآن هنتسقط شوفي مصر هي تظلت تشكل رمزية تاريخية للبعد القومي للبعد العربي المنارة الأزهرية التنوى الديمقرافي تعداد السكان تتحدثين الآن عن أكثر من 90 مليون ناس ما في مصر وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي المتردي أنا كنت هناك منذ شهر وأنا يعني أعدر لأن مصادر محدودة وكبلت القيادة السياسية في مصر بهذه الديون كبلت اقتصاديا لأنه اقتصاديا مصر غير قادرة وكان يرتهن القرار السياسي الآن ما هو مربوط شرطي نحن درسنا اقتصاد والمسيسي يعني ربط شرطي يعني عندما تضعفين مجتمعات اقتصاديا وتجعلينها مرتهنة مثل ما هو الحال مع بعض الرموز التي خرجت على السطح الآن فيما يعرف في خريف الدم العربي وأصبحت تنظر بالوطنية وهي تحمل جنسية أجنبية أو لديها أجندة مرتبطة بالخارج وتستلم أموام الخارج إذا من خلال هذا الكلام نعود إلى سؤال البداية تقول نعم ما نفهمه بأنك تقول نعم يراد الآن تدمير مصر حاولوا وفشلوا والآن يكررون المحاولة من خلال مداخل أخرى هم خسروا في الشرق العربي في سوريا في العراق هم يخسرون الآن هناك مشروع فعليا يخسر يريد التعويض في الغرب العربي بكل تأكيد بكل تأكيد إذن نعود إلى السؤال البداية ما الذي يمكن أن يفعل الآن في الغرب العربي المغرب العربي كله يعني بما يشمله مصر أقصد حتى كي لا نقع بسورنت يعني كما حصل في سوريا يحصل في مصر كما حصل في العراق يحصل في مصر أنه بصراحة لسنا يعني لا نريد أبدا أن نشهد سوريا جديدة في مصر أو عراق جديد في مصر أو ليبيا جديدة في مصر يكفي شوفي بالنسبة في نقطة مهمة ترتيح هذا يتعلق بالمخطط هو ربما نأتي عليها في المستقبل لكن سوف أمر سريعا عنه وهي مسألة توطين الأفارقة يعني الهدف سأتحدث عنها سوف أتحدث في التفاصيل ولكنني دعيني أتحدث لماذا توطيع الأفارقة هذا يخدم أو شق من هذا المشروع وهو أنهم يريدون إنشاء دولة سوداء تفصل المشرق العربي الإسلامي عن المغرب العربي الإسلامي هذا هو المخطط هذا هو المخطط والزحفات هذه بأعزات يا ستفتون لماذا استمرت الفوضى في ليبيا الحالة الليبية هي مرتبطة عضويا بالمحيط يعني سواء كان مصر أو الجزائر أو تونس أو حتى بالمتوسط يعني غرب أوروبا يعني إيطاليا مالطا لماذا أخروا حل المشكلة الليبي الليبيون العاديون لديهم حلول يبحثون لها عن مشاكل بينما الذين تناوبوا كم مبعوثين للأمم ما يسمى باليونيتد نيشن الأمم المتحدة منذ عام 2011 لديهم يعني مشاكل لهذه الحلول وليس حلول لمشاكل الليبيين لأن عمقوا الأزمة يا سيد الفتون يعني كان بمقدورهم يعني بطريقة واحدة فقط هو جاءوا تحت غطاء الشرعية الدولية وحماية دائما يقول تحت غطاء الشرعية الدولية حماية الحق الإنساني والديمقراطي والأكاديب هذه التي لم يؤمن بها حتى مجنون ليس عاقل بصراحة فأين هي أين هي الديمقراطية وين هو الحق الإنساني وين هم المدنين الذين اهتموا حمايتهم منذ سقوط النظام أنت تعرفي الأعداد التي سقطت بعد سقوط نظام عم القدافي في أشكال مروعة وبمختلف أنواع البطش الإنساني تجاوزت بكثير تلك المواجهات التي تحمل تفسيرا سياسيا ربما الدفاع عن النظام الدفاع عن الوطن إلى ما هنالك فأعود وأؤكد هذه الفوضى الخلاقة على طريقة كوندونيزا رايس وهذه الفوضى الهدامة وهذا الأخطبوت وهذه التكليفات لدول إقليمية بعينها وقالوها صراحة أعود وأؤكد على ما قاله حمد الحمدين في الآلة الليبية والحالة المصرية وما قاله السعوديون وما قاله البحرينيون الذين صاروا تحالف الحالة الليبية يراد لها أن تطول لكي يهتز الكيان المصري هو قالها السيسي مبارح ربما لاحظت نحن وربما حتى كانت هناك مثل ما حصل مع مقتل أقباط في ليبيا منذ عامين كان رد فعل سريع وهذا طبعا يضمنهم ميطاق الجامعة العربية وميطاق المتحدة بلد توقع برأيك سيطر الصرف الرئيس المصري بسرعة الآن يعني قال بالأمس أنه سيكون الأرض قوي سريع فوري السلاح الجوي يقصف مبارح قصف كثير من المواقع والدليل على ذلك انتبهها كان مجرد ما أعطى السيد عدد فلحسيس رئيس مصر الإدن لاستلاح الجو المصري بقصف المواقع المحيطة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة البشعة من الذي تصل دولاند ترامب مباشرة يعني هناك وراء الأكم مما وراءها يعني يعني دولاند ترامب لم يدين ولكنه تصل بالسيسي عن لماذا يبدأ في قصف هذه المجموعات يا جماعة يعني يعني هم صنعوا داعش وهم يغدون داعش وهم يمولون داعش وهم يريدون لداعش أن تتمدد من الذي وهم قالوا بأنه أصلا الإرهابين الموجودين في سيرت داعش الموجودة في سيرت بعد أن دخل البنيان المرصوص وضربت الطائرات الأمريكية هربوا هؤلاء هربوا إلى مصر يعني وإلى توريس ايضا تشروا في صحارة والوديان الجبلية والصحراوية في ليبيا شوف على كل حد سمحيني نقطة أخيرة الذي قضى من هؤلاء الشباب الذين أو الشباب الذين زوج بهم في أتون حرب خاصة رفعة أمام ما يسمى بتنظيم الدولة في سيرت تعرف كم قتيل ينازه الألف قتيل ومئات الجرحة بينما السماء كانت مغطات بالسلاح الجوي الأمريكي ولم نرى صورة يا فتون ولم نرى صورة لآلية مدمرة ولا لداعسي مقتون هذا ما حصل أيضا في الشمال السوري والشمال الشيخي السوري وفضحة حتى بالصور على كل حال نستمع الآن إلى فقرة أقرأ الحدث لندخل أكثر في عمق الملف الليبي إذن إلى أقرأ الحدث الأخبار اللبنانية الخطوات الأولى لإمانويل ماكرون في الشرق الأوسط من المبكري جدا تعرف المحاور الأساسية للسياسة الخارجية الفرنسية الموقف الأكثر وهمية المتعلق بالسياسة في الشرق الأوسط عبر عنه الرئيس ماكرون في مقابلة مع يومية لوفيجارو في الثالث والعشرين من يونيو حزيران الماضي ستنتهي معي أنا مقاربة المحافظين الجدد المستوردة إلى فرنسا منذ عشر سنوات الديمقراطية لا تصنع من الخارج بمعزل عن الشعوب فرنسا لم تشارك في حرب العراق عام 2003 وكانت محقة وهي أخطأت بخوض الحرب في ليبيا ما هي نتيجة هذه التدخلات دول فاشلة ازدهرت فيها المجموعات الإرهابية وأضاف أنه لا يريد أن يرى تكرر هذا الوضع في سوريا الاجتماع الذي عقد في باريس في يوليو تموز الماضي بين الإخوة الأعداء الليبيين رئيس حكومة ترابلس فايز السراج والرجل القوي في الشرق الليبي خليفة حفتر أظهر مثلاً على هذه المقاربة الجديدة لكن على الرغم من إصدار بيان مشترك بين الطرفين فإن غياب النتائج على الأرض تدفع إلى التساؤل عن الوزن الفعلي لفرنسا على الساحة الدولية الاتحاد حوار سوتي الأتراك يلعبون الورقة الأخيرة فجر الرئيس التركي رجل طيب أردغان مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانها أن أبواب السياسة مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة رداً على سؤال حول إمكانية التواصل مع دمشق لم يطر عن دمشق أن يرد فعل إزاءة لانفتاح الأردغاني غير أن المثير للاهتمام في التصريحات التي نقلتها صحيفة حريات ومليات التركيتان أن أردغان نقل لاستحافيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أبلغه أن نظيره السوري بشار الأسد ينظر باستياء إلى وحدات حماية الشعب التي تدعمها الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم داعش لكن تركيا تعتبرها إرهابية وأضاف أردغان أن الأسد أيضاً لا يريد أن يرى وحدات حماية الشعب تجلس إلى طاولة المفاوضات التسريبات بخصوص موقف موسكو ودمشق من حزب الاتحاد الديمقراطي قد تعتبر من باب دق الإسفين بين هذه الأطراف في محاولة من قبل أنقرة لتمنع أي تقارب بين موسكو ودمشق من جهة والكرد من جهة ثانية ما خافت أن يؤدي ذلك إلى فرض الكرد في مفاوضات سوتي يجزر التذكير أن دمشق أعربت قبل سبع عبر وزير خارجيتها وليد المعلم استعدادها للتفاوض مع الكرد بخصوص الإدارة الذاتية طالما أن ذلك تحت صقف وحدة سوريا ولم يقتصر دق الأسفين على موسكو ودمشق فقد سارعت وزارة الخارجية التركية عقب اتصال هاتفي جرى بين أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان بأن ترامب وعد أردوغان بوقف الدعم الأمريكي المسلح لعناصر حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا أستاذ عبد الحكيم دائما نرى بأن الحكومات الغربية تقول أخطأنا بأننا دمرنا البلد الفلاني ليبيا سوريا العراق لا نريد أن نحمل مكروم تبعات ما جرى ليس له دخل لكن دائما هذه الجملة نسمعها قتلناكم دمرنا بلادكم آسفين بكل الأحوال فرنسا ماذا تريده الآن من ليبيا؟ فرنسا عينة على الجنوب الليبي من زمان يعني أنت تعرف فيه كان هناك مستهدر في الجنوب الليبي خطة موضوعة منذ منتصف الخمسينات وحتى حركة مقاومة في الجنوب الليبي كانت طبعا كان هناك فستتين لليبي الجنوب أنا تحدث عن سبها وما جاورها من مدن كاعتبارها من كبريات المدن في الجنوب كان هناك فستتين لليبيين يعني مثل ما حصل في الشرق والغرب الليبي فستات قاوم الاستعمار الفرنسي والتدخل الفرنسي مثل ما هو الحال مع إيطاليا ومع وجود قواعد لما هناك وفستات آخر كان يدين بالولاة لفرنسا يعني كان يؤتمر بأوامر الجنرال الفرنسيين وكان يستلم في مهيتة من هناك فربما هي الآن في شق غير منظور تريد أن تحييي يعني هي من بعض الحرب العالمية الثانية فعليا فرنسا دخلت على الخط الليبي مش كتفريقيا فرنسا تريد أن تكون لها تواجهي هي لديها موت قدب ولكن تريد غير سياسة فرانسوان متوران أو الذين جاءوا بعده يعني وشيراك وغيره ساركوزي طبعا بالنسبة للليبيين واحد مجنون يعني تصرف بحماقة وهناك رواية حتى هذه الحرب التي خاضها على ليبيا بسبب رد فعل شخصي وليس رد فعل السكرات عن تمويل حملات الفرنسية تمويل وأشياء أخرى لا يسأل مجال لذكرها الآن على كل حال الموضوع الفرنسي في أفريقيا طبعا يضاق درعا الأوروبيين وفي مقدمات الفرنسيين بهذا التواجد الليبي في زمن الزعيم الراحل معامل القدافي وهذا الاتحاد الذي أسس عام 99 والبنك الأفريقي وصندوق الإنمال الأفريقي والخطوط الأفريقية كان كل ذلك يهدف من ورائه معامل القدافي إلى احتواء جزء من هذه المجميع أو المجموعات التي كانت تنزح وكان يقدم لها الخدمات دون أن يشعرها بأنها ربما يتم توطينها أو تبارس عليها نوع من الرقع والعبودية في عهد معامل القدافي للأمانة والتاريخ كان هناك نوع من التمييز لدى فئة من الليبيين ليس كل الليبيين ولكن لم تكن هناك عبودية بالشكل الذي الآن وظفته أجهزة المخابرات الأجنبية انتبهي ولماذا في هذا التوقف؟ أريد أن أنهي الشق المتعلق بالمطمع الفرنسي في الجنوب الليبي ما الذي تريده الآن فرنسا فعليا من الجنوب الليبي؟ أيضا إيطاليا ماذا تريد؟ بريطانيا ماذا تريد؟ من المشترك الآن في الكعكة الليبية؟ حتى روسيا دخلت على خط الأزمة في الجنوب وحاولت أن تعمل مصالحة بين قبائل التوبو والطوارق وحكومة الوفاق الوطني براسة فايل السراج وذهبت ببعض الشيوخ يعني الشيوخ قبائل أو مثل رؤساء أحزاب سياسية ينقلون إلى عواصم من أجل إيجاد تسوية لحل لوكل داخلي كلهم حتى يستفتون حتى رجال الأعمال الذين كانوا يساريين ثم انقلبوا إلى يمينين بفعل المادة حتى رجال الأعمال هؤلاء لو عرفوا ماذا يحوي الجنوب الليبي وفق دراسات جيولوجية سوف يطمعون خلينا نذكر المشاهد ليس كل مشاهد يعلم ماذا يحوي الجنوب الليبي بسرعة ماذا يحوي الجنوب الليبي وما الذي يريدون الغرب الأوروبي وقمت حتى في الميادي الجنوب الليبي طبعا فضلا عن كونه يشكل خاصرة رخوة لغرب أفريقيا أبدأ من شادي إلى جنوب أفريقيا هو في باطنه يتوفر على الماء يعني حتى مشروع الضخم اللي قام به معامل قدفي نقل الماء من أقصى نقطة في الجنوب من الشاطئ أو براك إلى الغرب الليبي لأنه كانت طرالوس تكاد تموت وعطشة في منتصف الثمانيين هذا هو الغاز نعم اليورانيوم الدهب الفوسفات الطاقة الشمسية مكمن الثروات يعني الجنوب الليبي شوفي حتى مسألة التركيز على الشرق والغرب الليبي وأحيان النعارات ودعم طرف على حساب آخر بالسلاح والمال من قبل دول إقليمية هنا تحدث بصراحة عن قطر وتركيا الإسلام السياسة الرديكالي كله إلهاءا لما سوف يتم تخطيط له في الجنوب في الجنوب اللي باختصار طب إذا ننتقل الآن نستمع إلى أو ننتقل عذرا نذهب في فاصل ومن ثم نعود لاستكمال هذا الحوار إذن فاصل قصير مشاهدينا ونعود بعده استكمال هذا الحوار ابقوا معنا مجدد أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى القسم الثاني من حلقة آخر طبعا نجدد ترحيب طبعا بضيفنا هنا في الستيديو عبدالحكيم مع توقع الصحفي والمحلل السياسي الليبي فعليا نستمع إلى معلومات مهمة الليبيان قد لا يعرفها الجميع لكن الآن هناك بلبلة بين مزدوجين كبيرة جدا حول موضوع الإتجار بالبشر تحمل على عاتق الليبيين بأنه يباع اللاجئ الذي يريد أن يهرب إلى أوروبا ويحتجز في ليبيا يباع بـ 400 دولار هذا إنسانيا غير مقبول لأن نعود إلى عصور قديمة جدا عصور تجارة العبيد والرق تماما ماذا تقول كليبي كعربي أريد قبلا كليبي لأن الحرام أن يتكهم الليبيين ما يحصل في ليبيا هو تفريخها من عروبتها حكيت لك بالمداية ومن إسلامها وهذا بفعل أدوات حتى عربية للأسف واستعنت بنا مدجين كانا في السلطة وواحد لا يزال في السلطة كيف سهلا وهم يدركا من خلال وانسطل أن تضعوا ببعضها في ليبيا بالاتهامات بهذا الموضوع لا لا سيبك أنا أتكلم كبعد ستراتيجي وأنا قلت لك حكيت لك أن موضوع الجنوب الليبي يهدف من ورائه إلى خلق دولة سوداء هجينة على غرار ما يعرف بنظرية الأقليات من التبو والتواري وحكاية الأمازيغ هي الأخرى ببحث آخر لفصل الشرق العربي على المغرب العربي يعني لماذا في هذا التوقيت بالذات هذا هو السؤال ولماذا الـ CNN هو حقيقة وأيضا لماذا أوعز أيضا لبعض الأفارقة لأن يتظاهروا أمام السفرات الليبية في باريس وفي بعض الأواصم ليس فقط في باريس في عدة دول لا لا غير سابقا أي في عدة دول طيب طيب إذا هم حنوا يعني هالحنو الأوروبي الإنساني الراقي على دول البشرة السوداء ألم يكن هناك آلاف الليبيين من دول البشرة السوداء هنا تحدث عن تورغة مهجرين من مدينتهم ومسحت المدينة بفعل هذا التدخل السافر الإقليمي والدولي ويفكرون حتى في إعطاهم اللجو أنت تريد أن تغذر ليبيين من دول البشرة السوداء إلى أوروبا أنا معك في هذه الجزئية تماما لكن فعليا هذا المجتمع المدني تظهر له قصص وتخبى عنه قصص فهو يثهر مثل ما صنعوا داعش يا سيد فاتور مثل ما صنعوا داعش وقبلها القاعدة حرب الأفغان العرب ضد الروس في أفغانستان وقالتها هيلر كلينتون موجود هذا كله نحن نشتر للأسف الشديد إذا إما المتلقي العربي لا يسمع أو لا يفهم حتى ينساق وراء هذه الأكاذيب وهذه الألعيب والأباطيل بس ليست أكاذيب من يحتجزه الآن لا هذه حقائق أنا أتحدث عن القنسبت أنا أتحدث عن المبدأ كيف بعيدا عن المبدأ أريد هذه الجزئية أريد منك تصريح حول هذه الجزئية اتهامات ما بين الأطراف السياسية الليبية لا 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 شوفي نقولي بكله يحمل المسؤولية لكله شوفي الآن حول الدجار بالبشر الأولى للحروب قادرة والحروب تلت حروب أخرى وتفرز يعني عفونات لا طائلة لها سواء كان في ليبيا ولا في سوريا ولا عندما حصلت هنا في لبنان أو عندما حصلت حتى بين الأفارقة والشهيرة جدا بين بوروندي ورواندا للقبائل التوتسي والهوتو قتل أفاها أكثر من مليونين إنسان والعالم يتفرج على كل حال القصة تكمن في أن هناك لوبيات جماعات ضغط مثل ما هو الحال اتجار ببيئة النفط خارج الكودة وهناك تقارير تفيد بأن حتى ابن أردوغان كان متورط وهناك بعض أمراء الخليج أيضا يقولون أنهم يأخذون النفط حسب معلومات بخارج الكودة وربما مجانا ننتبهي مثل ما هو الحال مع موضوع النفط هو تماما هو الإتجار بالبشر مافيات فيها حتى الإيطاليين أنفسهم يقود فيها تقود فيها عصابات موجودة في ميلانو وفي ريمني وكذا لماذا هدى التستر هذا هو الموضوع يجب أن يفتح هذه عناصر ممجوجة عناصر لا أخلاق لها لا قيام لها لا تمت طبعا عندما تتحدثين عن العملية السياسية في ليبيا هي لم تبلغ سن النضج بصراح حتى الأحزاب التي انبتقت كل هذه المسميات التي انبتقت بعد سقوط نظام عمل القدافي أنا لازلت أعتبرها جنينية لأنها لا تحمل لا فكرا سياسيا ولا مشروعا سياسيا بالإضافة أنا قلت لك يفتون هي هذه هذه الأسام الهشة وهذه الواجهة التي تقود المشهد الآن مع احترامي للتكنوكرات فيهم أو الوطنيين فيهم لكن نتحدث بشكل عام هي أحزاب أو تيارات سياسية جنينية وهي مرتهنة لا يمكن لأي مشروع وطني أن تكون ركزته مال سياسي فاسد من الخارج أو أجندة لصالح X أو Y صراحة فهذا الذي يحصل هنا وقعوا في فخ أعمالهم طبعا الصراع على السلطة وعلى المال الذين هم في الواجهة أنا لا أستثني أحدا طبعا غير صندوق الاقتراع وأن يعود الليبيين المهجرين والنازحين ويخرج الذين هم معتقلون في سجن الميليشيات ويعود أهالي تورغى يعني تخليقين جو وبئة ملائمة من الذي يمكن أن يقود الآن ليبيا إلى بر الأمان سأعود فعليا إلى موضوع الإتجار بالبشر لكنك دخلت إلى نقطة أخرى من يقود ليبيا يعني عنا اللواء خليفة حفتر مشير المشير خليفة حفتر شخص قوي في ليبيا عسكرية لكن ليس لديها ليس لديه مشروع سياسي عنا فايز السراج خليفة حفتر رجل عسكري جنرال حرب هو منذ البداية قال بأنني سوف هكذا قال يعني أنني قادم على حرب ضروس لتطهير على الأقل الشرق ليبيا لأنه هو من الغرب طبعا من مدينة أسماتر هنا جنوب غرب ترى الوستامين كيلومتر ولكنه تربى وترعى هو ابن مؤسسة أسكرية وخريج المدرسة العرقية وحشارك في حرب أكتوبر وفي حرب أفريق وجاء حتى مع قوات الردع العربية هنا عام ستة سمين للبنان على كله السيفي الأسكري يعطيه هذه الخاصية وهذه الأحقية أمام كل ضباط الجيش ولكن الخلاف حوله طب ماذا عن فايز السراج فايز السراج شخصية مدنية شخصية مدنية طبعا الخلاف حول فايز السراج إنه لم يخرج من قائمة الأسماء التي احتمدها البرلمان الليبي هنا الخلل هو شوف اتفاق الصخيرات منذ اختيار المكان يندر بأن هناك كارثة وسوف تولد كورثة أخرى لأن حتى اختيار الصخيرات له مغزى سياسي له دلالة لأن الصخيرات هو المكان الذي وقع فيه الانقلاب على الحسن الثاني أفقير والمدبور طيب وكانت في تلك الفترة اتهمت ليبيا بتدبير هذا الانقلاب والقدافة شخصية عادوا التاريخ لا يعيد نفسه نحن من نكرر أخطاء هم يختاروا في التواريخ التي تذكرنا بما فعلنا فقط لماذا كل اجتماع ما بين السراج وحفتر أو ما بين الأطراف الليبية إن كان في الصخيرات أو غير الصخيرات مهما كانت نسبة التفاؤل بعد يومين أو ثلاثة تنخفى نسبة التفاؤل وتشتعل خلافات من جديد أنت سألت سؤال اعتراضي ولكنك ربما تراجعت من الذي يقود ليبيا لا قلت لك من الآن المؤهل ليخرج ليبيا من أتون هذه الفوضى هذا الاشتعار هناك العديد من الشخصيات الوطنية الكفوة الموجودة لا لا ما هم بتحكة لمشروع يعادة وطن الوطن ضاع ومصير ما فيه نسميلك الآن لأن هناك العديد من الشخصيات الوطنية الكفوة والتي تم استبعادها بفعل قانون العزل السياسي المعيب التي خططت له الحقيقة دول كبرى ورعته قطر ونفده الإسلام السياسي على كل حال لكن من هو المؤهل لكن من الذي يقود ليبيا فعليا الذي يقود ليبيا هي الأمم المتحدة يعني المتحدة المرهونة برأيك بالقرارات الأمريكية مثلا بقرارات الدول الدائمة العضوية يعني فرانسا بريطانيا أمريكا روسيا والصين إلى حد الآن الصين لم تتدخل روسيا لديها دور ولكنها خجول جدا ذهبت باتجاه خليفة حفتر تراجعت ذهبت باتجاه القبائل تراجعت ذهبت باتجاه المجل ربما لديها قراءة مختلفة لأنها مشغولة بملفات أكثر أهمية على كله ليس من اهتماماتها الملف الليبي الآن هو من اهتمامات فرنسا وفي جزء الجنوب الليبي إذا أنت اهتماماتك الفرصة وربما رتبت لك حتى موعد أنت تتحدث مباشرة مع فائز السراج أو مع خليفة حفتر لن تجدين تلك ذلك التباينة أو تلك المشكلة الحقيقية التي تحول دون إعادة بناء المؤسسات الذي يحول دون لقاء الرجلين هم فئتين الإسلام السياسي المتطرف والذين مستفيدين من هذه الفوضى مستفيدين تقصد الدول الأوروبية الآن وأدواتهم في الداخل من تجار العملة إلى تجار المخدرات إلى تجار المشكلة يعني لو تركوهما لا اتفقوا بكل تأكيد نعود إلى موضوع الإتجار 31 مليار دولار فعليا رصد الاتحاد الأوروبي مليار؟ مليار دولار هكذا لدي أنا لا أتصور الاتحاد الأوروبي رصدوا 31 مليون لا لا مليار يورو من رصد هذا؟ بالإضافة رصد الزعماء الأوروبيون ميزانية ضخمة من أجل تنفيذ مخطط التوطين في ليبيا ضمن سياسة الأموال المخصصة الاستراتيجية الأوروبية لأفريقيا نحو 31 مليار يورو بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو من الصندوق الاعتماني لأفريقيا مشددين على ضرور هذا بغض النظر هذا ليس من فلوس أوروبا هذا من فلوس ليبيا بغض النظر هذه من أموال الأموال ما هي أموالهم جميعها من الدول العربية يعني تقل الدول العربية وتأخذ الثروات لا لا نحكي لك عن الأرصد المجمدة الأرصد المجمدة التي تبلغ حوالي 400 مليار والتي تنزف منها ممكن يتحدثون عن الأرصد الليبي الحديث عن توطين هؤلاء فعليا لم يكن خافيا يعني إذا كان في أموال مرصودة كان في حديث من النيجر تحديدا عن موضوع أنه يجب توطينهم صحيفة إيطالية كورييري دي لسيرا لا أعرف إن كنت أقولها صحيح قدمت منذ فترة قائمة مطالب وأحتياجات 14 بلدة ليبية على الشاطئ وفي المنطقة الحدودية في جنوب البلاد كي سياسة الترغيب نعمر لكم نعمر لكم نؤمن لكم تماما نؤمن لكم بالمقابل توطنون الأفارق الذين يحاولون الهروب إلى أوروبا حتى تكون الصورة واضحة لك ستفتونه للمشاهد الكريم هو ليبيا ليست دولة قرأة للمهاجر هي دولة عبور عمرها ما كانت وبعدين عندما تعودين تعمل فوكس على مدن الجنوب الليبي هناك مدينتين مدينة الشاطئ مدينة أسماع الشاطئ ومدينة أسماع تراغن طبعا ربما تكون الأسماع تاريخية وكذا لكن على كل سكانها من العرب ولديهم لحمة اجتماعية ووطنية حالة دون اختراق هناك عدة مسالك مشكلة معقدة جدا حتى نعمل بسطة سريعة هناك عدة مسالك هناك مسلك تشاد حدود تشاد وهو لا يروى أو يحكى أن تم نقل حتى يهود الفلاشة من أثيوبيا إلى الجنوب الليبي هناك مسلك النيجر ومالي هناك مسلك الجزائر هي دولة عبور نعرف أنها دولة عبور نعرف أنه إيطاليا حتى هي من أعطت يعني كان لها التزامات مالية تجاه الدولة الليبية أو الحكومة الليبية لتحتجز هؤلاء كي تنظم عودتهم إلى أماكنهم طيب موضوع التوطين الآن كيف سيغير ديمغرافيا بلبيا ما الذي تريده أوروبا فعلا بس هي تتخوف من أنه اليأتوا إلى بلادهم أما الذي تريده حتى في زمن معامل الجدافي كان هناك بعض القبائل المنقسمة التي كانت تعيش على الكلة وعلى الصحراء ورعاية الأبقاء الأغنام والجمال إلى ما هناك فكانت هناك امتدادات مثل ما هو الحال مع الشرق الليبي ومع الغرب الليبي قبل ما ترسم هذه الحدود فكانت القبائل الليبية مثل القدادفة أولاد سليمان المحميد غيرهم ورفلة كانوا كلهم مقسومين كانت لديهم امتدادات في هذه البلدان عندما جاء القدادفة جاء بهم على اعتبار أن لديهم أوراق توبتية ولديهم شجرة العائلة فعادوا إلى عائلاتهم وقبلهم لكن بأعداد بسيطة جدا وأعطي لهم شيء اسم التعريف تعرفي وين مكمن المشكلة هذه ربما لا يعرفها الكثيرين ماذا فعلت قطر تحديدا كثيرين يلومونني أين الوطايق وين المستند حتى بعت اعتراف الحمدين يلومون شاب ليبي لقلبه ينزف دمًا على وطنه وشعبه المشرد ولماذا تتحدث عن قطر في طار هذه التسويات السخيفة للتب قطر إضافة إلى أرشيف المخابرات الليبية وأرشيف الجيش الليبي ماذا فعلت مكنت عملاء لها بأن يسيطروا على السجل المدني لتغيير ظهر شيء اسمه الرقم الوطني اللي هو يستند على نفسيتك وماذا في كل بلد السجل المدني هذا تم التلاعب به بشكل كبير جدا والسجل العقاري أنت تلاحظين الآن في الجنوب الليبي هناك مزارع وفلل وبيوت تشترى بالعملة الصعبة على الرغم على الرغم من أن سعر صرف الدولار الآن في السوق الليبي الموازي واصل لعصر دانانير في الوقت الدولار الدنار الليبي كان يسوي ثلاث دولار فيشتروا بالدولار ماذا يعني هذا؟ عملية تفريغ ديموغرافي واحتلال للأرض هو الهدف الاستراتيجي هو يقام الدولة السوداء هجينة من كل هؤلاء من الكونغو من سيراليون من سينجال من ناجر من شاد من موز سحنة أفريقية وهذا يجعل سحب الثروات صوري يا بفتون لا دينيين ياريتهم حتى مسيحيين نحن لسنا ضد يعني التعايش المعتقدات كلها والمعتقدات وبين الأدياء لا دينيين جابوا لنا يهود الفلاشة وجابوا لنا الوثنيين من أفريقيا عبدت النار وعبدت الشجر وعبدت الجموس وعبدت الشيطان الأزرق فهذا المخطط وصلت الفكرة وأشكرك كل الشكر عبدالحكيم مع تقل الكاتب والمحلل السياسي الليبي قبل ختم هذه الحلقة مشاهدين لدينا دائما فقرة بعنوان الميادين نتنعرضها في خلال اليوم بطبيعة الحال تسمعون فيها اليوم في خلال هذا اليوم ماذا تستهدف الجماعات الإرهابية في جريمة العريش أقول الكاتب في إحدى الفقرات تقودنا هذه الجريمة البشعة غير المسبوقة يراد منها أولا تدمير الاستقرار والأمن المصري ثانيا إعادة الاعتبار لداعش بعد هزيمتها في كل من سوريا والعراق ثالثا إفساد العلاقة ما بين مصر وحركة حماس وهذه أعتقد بأنها نقطة مهمة تحديدا على خلفية العلاقة الآن التي تنحو إيجابيا ما بين مصر وحماس ورابعا ابقى معبر رفح مغلق من أجل إدامة الحصار بالنهاية حتى تجهيد الشعب الفلسطيني صحيح وأخيرا أن هناك جبهة جديدة وساحة جديدة لداعش وعلى أتباع داعش التوجه لها كل الشكر لكم مشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة من آخر طبعا وكل برامج الميادين ومساحاتها الإخبارية دمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر